في بداية حديثي دائما أود أن أستذكر كافة الشهدات والشهداء الذين ضحوا بأقلى ما يملكون أي أرواحهم من أجل وحدة سوريا أرضا وشعبا ومن أجل الحفاظ على المكتسبات التاريخية في شمال وشرق سوريا كما نثمن البطولات والمواقف العظيمة التي أبدتها جميع النساء السوريات وخاصة النساء درعاء الصابدات وأهلنا وشعبنا أبناء وبنات درعاء المقاومة الذين أبوا إلا أن تكون كرامتهم وحريتهم مصانة في بيوتهم وفي أرضهم بحيث رفضوا كافة أشكال النظام الاستبدادي والانكسار والذل وأيضا رفضوا أن يكونوا العوبة بيد هذا وهذاك ممن حولوا القضية السورية إلى قضية مساعدات إنسانية وإلى باب ارتزاق وصفقات ومتاجرة وهم الذين أول من رفعوا شعارات الحرية والكرامة والإنسانية والعدالة أيضا فاليوم ما تشهده درعاء يعتبر منعطفا خطيرا بحيث بدأت ظاهرة الحصار والقمع بكل أشكاله والقصف على درعاء بعد أن كانت هناك مصالحات وطنية وتسويات ضمنتها دولة روسيا في عام 2018 ما بين أهالينا في درعاء والنظام السوري فدرعاء لا تزال في موقف التحدي والتصدي ما بين أبنائها والنظام السوري فجاء هذا التصدي من قبل النظام السوري خلال الانتخابات الرئاسية علانية في عام 2018 فوضع درعاء انصحها التعبير هي في حالة ثورة عامة رافضة لشرعانة النظام السوري بحيث قاطعت الانتخابات الرئاسية وأوضحت ذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على اتفاق المصالحة وكان ذلك نتيجة الوعود الرئيسية التي قدمها النظام السوري بما يتعلق بالخدمات العامة التي لم يتم الوفاء بها وهذا ما أدى إلى المزيد من الخلاف والعداء وتصعيد الحرب العسكرية على درعاء من قبل أجهزة الأمن فشعب درعاء هو أول المحافظات السورية التي طردت هذه القوات في أولى الأزمة السورية والحرب الدائرة من جهة ومن جهة أخرى وضع درعاء متأزم ومعقد بسبب طموحات إيران الإقليمية ورقبتها في خلق أو إنشاء قوة عسكرية معززة للسيطرة على درعاء بحيث تعرضت أهالي درعاء بأكثر من أربعين ألف مدني حياتهم للخطر فمثل هذه القوات لا يمكن التسامح معها التي دوما تقول بأنها سوف تسيطر على درعاء أمنيا وعسكريا وهذا بالنسبة لأهلنا وشعبنا في درعاء مرفوض وغير مقبول وهذا أيضا مما أدى إلى تعرض نساء درعاء للانكسار والاضطهاد والقمع أيضا بكل أشكاله من جهة ومن جهة أخرى زادت معاناتها نتيجة القوانين التمييزية المجحفة بحقها من قبل الدساتير السورية المتعاقبة من جهة وأيضا العادات والتقاليد التي ساهمت في تعميق معاناتها من جهة أخرى فنحن كمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل انطلاقا من إيماننا وقناعتنا بأهدافنا وقضيتنا قضية المرأة التي من شأنها دعم النساء ومساندتها سواء كانت في درعاء أو أي بقعة من بقاع سوريا وتحرير طاقاتها وتفعيل دورها وتمكينها للمشاركة على قدم المساواة مع الرجل وضمان حقوقها في دستور سوريا المستقبلية الذي باعتباره ضرورة حتمية من دونه لا يمكن أن تستقيم قيم العدالة ومفاهيم الحرية فمن هنا نوجه رسالتنا للتكاتف والتضامن إلى نساء درعاء المقاومة والصمود فنساء درعاء لم تفاوض ولم تساوم على دماء أبنائها فنؤكد على تمسكها بأرضها ومقاومتها ضد كافة أشكال نظام الاستبداد والأفطهاد والقمع ودائما نقول بأن نموذج ونهج ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية التي تعتبر مفتاح الحل الأمثل والأنسب لإنهاء الأزمة السورية والتي أثبتت للجميع بأن الشعب قادر قيادة نفسه بنفسه وهذا ما نعيشه الآن في شمال وشرق سوريا وأمامه أنظر العالم جميعا بأن هذا النموذج وهذه التجربة هي من أجل نهاية صراع الأزمة السورية وفيها يكمن الحوار وحل الأمور ضمن الإطار أو ضمن الحوار السوري السوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر